أربع وحية لا عليك فعلها لإطالة عمر البطارية في وندس لا شيء أسوأ من أن ينتهي شحن حاسوبك المحمول في منتصف عمل هام كاجتماع أو مقابلة عمل لكن رغم كل شيء لنزال نواجهه مثل هذه المواقف الصعبة من وقت لآخر والحل الأمثل يكمن في أن يكون حاسوبك المحمول موصلا بالكهرباء دائما إطالة عمر البطارية في اللابتوب تعتمد على عدة عوامل منها إدارة الطاقة، إدارة الطاقة، تقليل السلاك الطاقة، إدارة الطاقة المتقدمة إقاف تشغيل البرامج الغير ضرورية، تعديل إعدادات الإضاءة، تعطيل الخلفية التلقائية تقليل وقت الإضاءة، تعطيل الإتصالات اللاسلكية، تحديث برامج إدارة الطاقة، استخدام وضع السكون أو السباك تقليل السلاك الطاقة بواصلة الأجهزة الخارجية، استخدام خيار الأداء المتوازن، تحديث البيوس، استخدام البرامج المساعدة لإدارة الطاقة ودعما تقنيا إضافيا يتجنب الوقوع في هكذا مشكلة إليك أربع نصائح وحية لإطالة عمر البطارية في ويندز 11 أوقف التطبيقات من التحديث في الخلفية عندما لا تكون تستخدمها التطبيقات تعمل في الخلفية حتى عندما لا تكون تستخدمها فعلى سبيل المثال تقوم بإخبارك بالإشعارات أو مجرد عرض إعلانات بين كل فترة وأخرى والذي قد يكون مفيدا في بعض الأحيان لكن إذا كانت سعة بطاريتك مخفضة فلا بد أن تقوم بإيقاف التطبيقات من العمل في الخلفية وهذه هي الطريقة اختر الإعدادات ثم اختر System اضغط على الطاقة أو البطارية Power and Battery تحت عنوان البطارية اضغط على زر تفعيل الآن يجب أن تفصل الحاسوب من الكهرباء بمجرد تفعيل الخيار بعض الإشعارات غير الأساسية والعمليات الخلفية ستقل مما سيزيد من عمر البطارية كما يمكن أيضا تعديل بعض الخيارات للحصول على فترة أطول مثل نسبة البطارية التي يتم تفعيل خيار حفظ طاقة عندها أو مستوى إضاءة الشاشة عندما تستخدم البطارية فقط بدون توصيل شحن قلل معدل تحديث الشاشة Refresh Rating أو معدل التحديث هو عدد المرات التي ستجدد فيها الصورة على الشاشة في الثانية أي أنه كلما زاد معدل التحديث كانت الصورة والحركة أوضح وأفضل فمثلا إذا كنت تريد مشاهدة فيلم أو لعب لعبة فأنت تريد تزيد معدل التحديث أن يكون في أعلى قيمة ممكنة لكن بالنسبة للبطارية فزيادة معدل التحديث تعني زيادة الاستلاك أيضا لذا إذا كنت لا تقوم بشيء يتطلب صورة فائقة الوضوح فعليك تقليل معدل التحديث للحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة وهذه هي الطريقة التي يجب بها تعديل ذلك افتح العدلات ثم اختر System اذهب إلى عنوان العرض Display ثم اختر عرض عرض متقدم Advanced Display ثم قم بتغيير الرقم قرب Choose Refresh Rating قد تختلف الإقام باختلاف الحواسيب ولكن إذا وجدت رقما واحدا فقط فهذا يعني أنك لا تستطيع تغيير معدل التحديث تقليل معدل التحديث يساعد على إطالة عمر البطارية لكن قد يؤثر على قدرتك على العمل بفعالية على الحاسوب إذ أن بعض المهام قد تصبح أصعب استخدم خلفية بالأدوان داكنة أو قم بتغيير ثمات داكنة إذا كانت شاشة حاسوبك من النوع OLED فيجب عليك تغيير خلفية لواحدة داكنة أكثر أو سوداء لأن الشاشات التي تعمل بتقنية OLED تكون فيها كل بيكسل أدواء صغيرة هي وحدة بناء الصورة في الشاشة تحتوي على مصدر طاقة منفصل أي أنك عندما تستخدم خلفية سوداء أو تقوم بتفعيل نمط مظلم فهناك بعض الأدواء لم تعمل في الشاشة مما يعني استخدام طاقة أقل افتح الإدالات واختر Personalization في أعلى الشاشة اختر أحد الأوضاع التي تحتوي على الألوان من داكنة وقم بتغيير صورة الخلفية إلى واحدة داكنة أيضا قلل الوقت اللازم لإطفاء الشاشة كلما زادت مدة نشاط الشاشة زادت استهلاك البطارية لذا يجب عليك تقليل مدة بقاء الشاشة نشطة في حالة عدم استخدامك لها افتح الإدالات ثم اختر System اضغط طاقة أول بطارية Power on Battery تحت عنوان الباور ستجد عدد من الخيارات لمدة التي تريد أن تظل فيها الشاشة نشطة اختر أقل مدة ممكنة ومناسبة لك لكن يجب أن تختارها في حالة On Battery أي عندما يكون يعمل الحاسوب على طاقة البطارية وليس موصلا بالكهرباء طبعا شكرا لاستماعكم في حفظ الله